تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعى برقية تعزية ومواساة من فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة وذلك بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء رحمه الله وعبر فخامة رئيس مجلس السيادة السوداني في البرقية عن خالص تعزيه ومواساته لجلالة الملك المفدى داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته